النتيجة التي وصلنا إليها اليوم هو نتاج طبيعي لما كان يحصل ولما كان يدور لأن الآخرين لم يكن يكترثوا أو يسمعوا أو يعو لخطورة وحج ما سيحصل اليوم الدولة العراقية تتقاطع بعضها مع البعض الآخر والناس صار شهر ونصف ما ما أخذي الرواتب ليش الناس عايزة ضيم أكثر من الضيم اللي كانت بيه والعراقي ما قام يعرفوا من ينتجي السطرة من ينتجي الكفخة مرة ميليشيات مرة سلاح منفلت مرة عدم هيبة الدولة مرة تدخل خارجي مرة تدخل إقليمي ومن ذني صار نهواي لكنه اليوم الدولة ما عدتها فلوس تدفع رواتب ليش لأن الوليادات باقوا الفلوس ويا لي حاسب الوليادات ما حد يقدر يحاسبهم ليش لأن هذا منتج السولف قال لك هذا خط أحمر يا بها هذا خط أحمر وذاك خط أزرق وذاك خط بنفسجي شعدة كماليات إحنا لو عدنا دولة كل العالم مر بأزمة كورونا لكن المهزلة التي نعيشها هذه الأيام أنا لا أفهم لا أعرف كيف يخططون كيف تدار الدولة وين هاي العباقرة وين هاي العلماء وين هاي المفكرين التي أدارت العراق في أزمات حقيقية خطيرة ما معقولة إحنا من شهر الثالث ولشهر العاشي الكورونا سبع ست شهر دولة ولا دينار بيها وهذه الأميارات بيها دينار تدائن وتاكل تدائن وتاكل زيان على قل التقدير مرة واحدة بشرف نحاسب الذين أوصلون إلى هذا المستوى الكسيف من اللا دولة ومن الفوضى ومن الانهيار ومن الحطاط ما معقولة دولة ما كان عندها خطاط إذا الويدات كانوا يشبرون ويشتغلون وحقهم لأنه المثل الصيني يقول من لعب بغير فنه يتعب لأنه ليس شغلتك ليس شغلتك تقول دولة ما تقدر لها سنوح صبرنا دورة صبرنا ودورتين صبرنا أو رئيس وحمنة أو رئيسين وحمنة اللي عدة ما صايرة أنا ما شايف واحد أول وظيفة بحياته لو سير وزير لو سير رئيس وزعاء زيان هذا شلون يقود شلون يدير دولة حتى هاي أم البيت تخطط إش قدعتها وإش قد الضم وإشلون المريض وإشلون الخطار هاي أم البيت الماتقرأ وتكتب وذاك اليوم أنا عجبتني قصة والله قريتها واحد يقول قبل إحنا من الوليد واحد من الوليد يعرس نسوي لنا حفلة ونبتهج وكل شي نسوي يقول قبل في وقتنا نجيب الكاولية وهذا وليدي عزيز علي وهالواحد قلت له صار باب أنا أبعرسك أجيب كاولية يقول رحت لهناك طبيت لرد أجر حفلة ولازم أنا أشوف تشبير مالة الكاولية وحتى أحزز قبل أسبوع ويرتبون واشوف شل السعر يقول دقيت الباب طبيت وإذا يجدوني واحد ذاكت جثة وليشوارب وشلونها يقول اللي استغربت بيت الكاولية هذا خذنا محاضر ومباوس وذاك السلام إلى أن شكيت أنه يعرفني قال لأبو فلان أنت ما عرفتني قلت له لا قال لأ أنا كبير العسكرية تشدنا أصدقاء ذكرت ماذا وماذا 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 المهم نحن على سالفتنة يقول صار الحاجة على شغل قال لأ أنا خير من الله والله ساترها وشغلنا زين وشغلنا ما قال لأ زين يا بأ أنتو مرات يصير أكو مناسبات ماكو أعراس وماكو حفلات وماكو كذا أنتو شو ندبرون لكم بهاي العطل قال لأخويا سهلة نحن من البنيات يسوونها يسمونها التفريعة ذن الفلوس بانصرفهم أكو صندوق نضمهم بالفلوس وبقتل جادا طلعا بالصندوق حسا سالفتن حتى الكاولية عرفت تسوي لها صندوق أو خزين وبقتل ماكو تدير أمورها حسا أنتو على يام مئات المليارات دخلت إلى العراق والعراق الآن امثلس